أبواب المدارس مغلقة والدخول المدرسي على بعد يومين فقط استعدادات الأولياء تجري على قدم وساقة عملية اقتناء لوازم المدرسية بدأت تحضير لها منذ نهاية الموسم الفارط نظرا لتزامن عدة مناسبات منها عيد الأضحى والعطلة الصيفية بالإضافة إلى تراجع القدرة الشرائية ما وضع الأسرة الجزائرية أمام تحدي صعب جتنا مع الدخل تارقرايا وقبلها ليفاقونس مع أكتشوف العيد وقبلها رمضان مع العرس ثم جت ضربة واحدة وأكتشوف ضربنا مع الدخل تاريكول كل شغال الأسرة الجزائرية دعوك مسكينة تعبس بزاف فيما يخص الدخل تارقل الأسرة قليل والتخرج دعوك كبير بزاف توفير اللوازم المدرسية والصهر على حسن تدبير الدخول المدرسي مهام تقع على عاتق الأولياء لكن توفير هذه اللوازم يزيد من معاناة الأولياء سنة بعد سنة ما إن فتحنا باب معرفته كم يكلفهم الدخول المدرسي حتى توالت الشكاوى من ظروفهم الصعبة مقارنة بالعام الماضي وهذا العام راني شوف الأثمانة راه زادت بقيمة كبيرة الأسعار غالية بزاف ما يشفيه متناول الجامعة عندي بنيتها تقرأ ودوزين وتخل تحضير إن شاء الله مصارف راه واحد للمليون هكيك اللي عنده ربع وخمسة ما تحضرش هذيك تسمى حديث ولا حرج عندي واحد فريد فلال ابتدائي بلك تعدي زوج من عين ولا مع كل بداية موسم دراسي جديد تزداد تحديات الأولياء لتوفر الوازم المدرسي لأبنائهم من جهة وتغطية المصارف اليومية من جهة أخرى ما أجبرهم على اللجوء للإقتراض نتيجة لتراجع القدرة الشرائية المتواصلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر